بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design أو أسس التصميم الهندسي نبدأ معا شابتر 1 بيتكلم على Introduction in Engineering Design المين طابكس اللي هنتكلم عنها أول حاجة Definition أو تعريف ومن ثم ننتقل إلى general consideration أو اعتبارات عامة ثم general procedure أو الإجراءات المتبعة أثناء عملية التصميم في البداية بنعرف إيه هو الـ Engineering Design إيه هو التصميم الميكانيكي هو عبارة عن The creation of new and bitter machines and improving the existing ones يعني ابتكار مكينات جديدة تقوم بالطبع بأعمال مختلفة وتحسين الموجود منها بالطبع زي مثلا domestic devices زي ال washing machine اللي احنا شايفين هدي ما كانش بالطبع هو ده الجزء اللي احنا بنستخدمه قبل كده لكن بيتم أولا تم ابتكاره ثم تم تطويره كذلك بالنسبة للتطبيقات المتعلقة بالسيارات لو لاحظنا سيارات قديما كان لها هورس باور معينة تم تطويرها طبعا وبنشوف سيارات هورس باور كبيرة جدا كذلك الماكينات المتعلقة بالصناعة بتطبيقاتها المختلفة تم ابتكارها في البداية ومن ثم تم تطويرها عندنا طبعا في general considerations او الاعتبارات العامة following are the general considerations in designing a machine component لما نيجي نصمم جزء ميكانيكي في بعض الاعتبارات اللي لازم ناخدها في الاعتبار اثناء عملية التصميم اول حاجة types of loads and stresses caused by the load اولا انواع نحدد انواع الاحمال الواقع على الاجزاء الميكانيكية ومن ثم بنحدد الاستريس الناتجة عنها بالطبع عشان نتفادى حدوث الانهيار دائما زي ما هنشوف مثلا في الشرح فيما بعد نقطة التانية selection of materials او اختيار الخامة المناسبة وبالطبع ده يلزمنا ان احنا نتعرف على خواص المواد عشان نقدر نوظفها التوظيف الجيد في بعض طبعا الخواص الفيزيائية الخواص الميكانيكية ودي هنتعرف عليها في شابتر متقدمة ان شاء الله النقطة التالتة motion of the parts او حركة الاجزاء خاصة relative to each other الحركة النسبية بالنسبة لبعضها نقطة رقم اربعة form and size of the parts الشكل والsize الحجم او المقاس بتاع الاجزاء او الخاص بالاجزاء الفورم هنا طبعا مهم جدا لانه احيانا بيبقى customer needs او متطلبات العميل او متطلبات المستخدم زي مثلا السيارات بعض السيارات شكلها لطيف يجذب اليها customers كذلك بالنسبة ل size اللي هو المقاسات او الحجم بحيث انه هو يتحمل الاجهادات اللي وقع عليها ويتحمل اداء بصفة عامة اثناء فترة الليف تايم او العمر الافتراضي المرجو منه نمبر 5 convenient and economical features لابد ان انا طبعا اراعي بعض الجوانب الاقتصادية من اجل ان يكون المنتج بتاعي صالح لاداء الغرض الخاص به ومن ثم ايضا مناسب من ناحية الاقتصادية نمبر 6 frictional resistance and lubrication بعض طبعا اجزاء الماكينات بيتطلب بيكون موجود فيها friction او احتكاك وبيتطلب اداءها اثناء التشغيل الى lubrication زي مثلا الجير باكس اللي موجود في السيارة فيه تروس بيحصل احتكاك ما بين التروس وبعضها وبالتالي بتحتاج الى lubrication او عمليات التزييد نمبر 7 لما يكون عندي تصميم لجزء لو افترضنا مثلا سيارة بتصميم سيارة اذا ممكن ان انت تستعين بالstandard parts الstandard parts دي عبارة عن ايه زي مثلا rolling pairings rollman البل زي belts زي bolts او المسامير كل دي اجزاء بتنتج بشكل نمطي يمكن الاستعانى بيها في التصميم بتاعي خاصة انها بتقلل من عملية التكاليف وبتزيد من بتكون متاحة للمستخدم النهائي ان هو يغيرها مباشرة نمبر 8 safety of operation بالطبع الامان اثناء عملية التشغيل مهم جدا لابد ان هو يراعى خاصة في domestic machines او الاجهزة المنزلية نمبر 9 workshop facilities او التسهيلات اللي بتبقى موجودة في الورش بحيث ان الجزء بتاعي اللي انا صممته يكون قابل لعملية التنفيذ اخر حاجة اللي هي نمبر 10 اللي بتتكلم عن الاسمبلينج او عملية التجميع ودي بيتم فيها شرح تجميع الاجزاء ان كل جزء بينتج على حدة ومن ثم يتم عملية التجميع الى ان يصل الى المنتج النهائي القابل الى الاستخدام نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله